بسم الله أب والابن والروح القدس إن صح التعبير كوكيل لله على الأرض أو سفير ليه في هذا العالم لكن هناك أكثر من موضوع يهمه على قد ما يهمه أن الإنسان يبقى قلبه كبير ومخه واسع ويأخذ الأمور كما يقوله ولكن يهمه الأعماق التي في الداخل تكون مقدسة وكأن قدام يشوع بن سراخ العبارة اللي قالها ربنا لشعب بن إسرائيل كونوا قديسين لي كما أنا قدوس والجانب الآخر أيضا مع القداسة الداخلية السلوك الخارجي يكون سلوك يليق بإنسان الله اللي يحمل سورة ربنا على الأرض النهاردة في الأصحاح التاسع نلاقي موضوعين والاتنين مهمين كالعادة موضوع يمس أعماقي في الداخل وموضوع يمس سلوكي في الخارج والاتنين ما ينعزلوش عن بعضهم البعض يقول لا تغر على الزوجة التي في حدنك ولا تعلمها تعليما شريرا يسيء إليك الحقيقة الحديث بش بس موجه للرجل من ناحية زوجته ولكن هو أيضا حديث موجه للزوجة من ناحية رجله في مشكلة بنعاني منها كتير وهي مشكلة فقدان الثقة بين الطرفين يعني تجي لك واحدة تقول لك جوزي بيغير علي مجرد ما كلم أي إنسان وأحيانا هو يقول لك زوجتي شكاكة مجرد ما تعامل مع أي إنسان ولو زملتي في الشغل تشك فيه فقدان الثقة بينهم في منتهى الخطورة ولذلك يقول لا تغر أقدر أشيل كلمة الزوجة أقول الطرف الآخر سواء كان الزوجة أو الزوج التي أو الذي في حدنك أو في حدنك معلمنا بولس الرسول يرى في علاقة السيد المسيح بالكنيسة صورة رائعة للاتحاد الزوجي ولكن على مستوى سماوي زي ما السيد المسيح يريد من الكنيسة إنها تكون لها شخصيتها ولها دورها القيادي ويثق فيها ككنيسة المسيح الحية الشاهدة لي والكنيسة أيضاً تثق في مسحة وتطمئن إنه يعد لها مكاناً في الأمجاد السماوية هكذا يليق بنا أحنى الطرفين الزوج والزوجة يكون فيه عملية ثقة متبادلة الزوج مش ديان للزوجة ولا الزوجة ديانة للزوجة ومن الخطورة إن الزوج يتصرف خوفاً من زوجته أو الزوجة تتصرف خوفاً من زوجة أحنا عايزين أحنا الاتنين الزوج والزوجة في حدن ربنا والقائد بتاعي روح الله القدوس ويحمل كل منهما مخافة ربنا فيسلك الاتنين كجسد واحد بيعبر من العالم لكي يكون فيه حدم الله ولذلك الاتنين كل واحد بيسند أخوه فأحياناً بنفقد الثقة أو كل واحد يفقد الثقة من الطرف الآخر وده خطيرة والحتة العكسية أيضاً إنه ما يبقاش فيه احترام متبادل بينهم يعني السخرية في الكلام يقول لك أسي كنت بدحك أو هي تقول لك أسي كنت بمقصدهاش أنا كنت بقصد مجرد يعني مداعبة بيتنا البيت صورة للسماء ما ظنش حتلاقي فيه مداعبة بين الملاغ غبريال والملك سوريال أو بين أحد الشاروبين وشاروب آخر لكن مع الفرح الشديد والحب الشديد والوحدة الكائنة في السماء هذا الفرح لا ينفي الوقار الكامل وكل كائن سماوي له دوره ويحترم أيضاً أدوار الآخرين ولذلك يقول لا تعلمها تعليباً شريراً أحياناً وأحنا بنتكلم اللي واحد يتكلم بطريقة لفظ غير لائق ولاد ربنا البق اللي بيتكلم عن ربنا ده ما يتكلمش كلمة غير لائق أنا عاسف أقول في مرات كثيرة حتى جوة الكنيسة بنلقط من الألفاظ بتاعة العالم مش عايزة أقول أمثلة لأن أنا ما بحبش أنطقها ببقل مش ضروري تكون ألفاظ يعني شريرة لكن ألفاظ غير لائقة ولاد ربنا ده الفم الذي يبارك الرب فما ينطقش غير بكلمة ربنا والنطق اللي يليق بأولاد وبنات ربنا سليمان الحكيم في سفر الأمثال الأصاح 31 يقول إيه امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللقالق بها يريد الحتادي نحطها قدام عينينا بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة يقول قلب مراتي أغلى من كنوز الدنيا كلها وهي تقول قلب زوجي أغلى من العالم كله فاللي بيقول سليمان هنا بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج إلى غنيمة تصنع له خيرا لا شرا كل أيام حياتها الاثنين شغالين مع بعض كل واحد يسند الطرف التاني كل واحد يفرح التاني في المسيح كل واحد يحمل التاني كما إلى حدنا الله في عبارة لطيفة يقولها العلامة أوريجانوس يمكن أول مرة تسمعوها يشبه البيت بالجنة ويقول عبارة يقول إيه يقول أن الزوجة كجنة عدم بها شجرة حياة وبها شجرة معرفة الخير والشر يعني ممكن الزوجة لغاية النهاردة تقدم المسيح شجرة الحياة الجزء وممكن تغلط الغلطة اللي عملتها ممتها حواء الأولى وتقدم من شجرة معرفة الخير والشر واللي أقوله عن الزوجة أقوله أيضا عن الزوج ممكن الزوج يقدم لمراته وعياله شجرة الحياة وممكن أيضا يقدم لعيلته شجرة معرفة الخير والشر زهبي الفم يتطلع إلى الأسرة المسيحية بوقار شديد جدا ويعتبر الأب أو الزوج أسقف يقوله أنت أسقف بيتك زي ما الأسقف قلبه وكله على خلاص العالم كله أيضا الأب أو الزوج قلبه دايما في صلاته في تصرفاته في كلماته يشتاق إن الزوجته وأولاده يبقوا قديسين يسبقوه في المجد هناك في السماء واللي أقوله عن الزوج أقوله أيضا عن الزوج كل واحد يهتم بخلاص الآخر وكل واحد يفرح لما الآخر يبقى أكثر منه في الحياة الروحية وفي المجد الآية الثانية خطيرة وصعبة لا تسلم نفسك إلى امرأة برده أقول نفس الحكاية بالنسبة للزوج ولا تسلمي نفسك إلى رجل آخر غير زوجك لألا تضع قدمها على كيانك نفس العبارة اللي قالها سليمان الحكيم في سفر الأمثال مع الفارق يقول إيه لا تعطي حيلك أو قوتك ما تقدمش قوتك للنساء ولا طرقك لمهلكات الملوك الإنسان الذي لا يحترم الطرف الآخر سواء كان الزوج أو الزوجة بيقدم كيانه تحت رجلين طرف ثالث ودي نقطة بنسمحها كتير تقولك واحدة إيه تقولك أصله أنا مش مستريحة مع جوزي وده زميلي في الشغل بس تريح معاه هو الوحيد اللي بفطفض معاه قابت فطفضي معاه أسبوع واثنين وشهر وسنة وفي يوم من الأيام يحطك تحت رجليه وتفقدي أبديتك وتفقدي سلامك سواء بيقد لأنه مش هيحل المشكلة بل بالعكس هتقرني بينه وبين جوزك وتظني أن هي دي الحياة الزوجية الفطفضة ونفس القصة أيضا تجدها مع بعض الرجال قال لك أصلي تعبان مع مراتي أهدي زملتي أو أريبتي أو حد معرفة أو صديقة العيلة فالوحيدة اللي بقدر فطفض معاها بدل من أقيد بكتم جوه تذكروا هذه العبارة لا تسلم نفسك إلى إنسان بدأ من أقول إلى إمرأة أنا أقول إلى إنسان لألا يضع قدمه على كيانك يأتي في الوقت دلوقتي بيسمع لك وبتستريح يأتي في الوقت يدوس عليك لمؤخذ بجزمته إنسان الله في روح القوة إنسان الله دايما مقود بروح الله القدوم إنسان الله يسمع هذا الصوت اللي قاله السيد المسيح للتلاميذ أرسل لكم معز آخر المعز الآخر بش وحدة ست ولا المعز الآخر راجل تاني ولكن المعز الآخر روح الله القدوس زي ما السيد المسيح يعزي كيانه ويملى حياتنا بالفرح روح القدوس أيضا من ثماره هو الفرح أو الحب والفرح والسلام يقول لنا ابن سيراخ لا تلقى المرأة الزانية لألا تقع في أشراكها أظن القديس يحنس القصير على ما أظن مرة لقي اتنين بيتخنقوا ومعا تلميزه فقدى ظهره وراح قدى الاتجاه التاني فتلميزه بيقول له فيه قال له الحتة اللي فيها اتنين بيتخنقوا يبقى فيها الشيطان أنا حتى الطريق اللي بلاقي فيه مكان عطرة بسيبه وديله ظهر هنا أيضا يكون ينبغي على الإنسان أن يكون متحفزا لا تلقى أو لا تلتقي بامرأة زانية إنسانة فزدانة لألا إيه تقع في أشراكها وده اللي بيحصل حاليا فيه قنوات قنوات التي في أقول لك أنا بتسلة من صحية تلقاه مش لقاء جسدي لكن معك الكنترول بتاع التي في وأعت تتفرج من قناة لقناة وربما منظر معثر يفقدك طهرتك وعفتك ونقاوت قلبك يقول لنا أيضا سليمان الحكيم في أمثال 23 الآية 27 لأن الزانية هو عميقة والأجنبية هنا كلمة الأجنبية يعني أي إمرأة غير مراتك وتتعلق بيها والأجنبية حفرة ضيقة الواحد يقع ما يرى فش يطلع منه ويقول أيضا في أمثال العصحاح السادس الآية 26 والآية 27 لأنه بسبب إمرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز وإمرأة رجل آخر تقتنس النفس الكريمة أيأخذ إنسانا نارا في حدنه ولا تحترق ثيابه على إيه على إيه تلم النار جوه حضنك وبعدين تقول النار حرقت هدومي ما أنت اللي إيه أنت اللي قبلت أنك تمد حضنك وتأخذ من النار وتغرف ماري إسحاق السورياني يقول عبارة صغيرة جميلة يقول لا تخزن لهيبا في حدنك أو تخزن جواك جوا حضنك لهيب نار لكن خليك دايما محتاط على أي الأوضاع بيقدم لنا يشوع بن سيراخ هذه الوصاية لأجل إن الإنسان صحيح غنى نعمة ربنا هي اللي بتسنده ومحبة ربنا الفائقة هي اللي بتقدسه وروح الله هو اللي بيعينه ولكن الله لا يعمل في الإنسان المتراخي أو الإنسان المتهاون والإنسان يقول لك أنا إنسان قوي وما تفرقش معايا وبيش بتعطر يقول لا تطل المقام مع المغنية الناس اللي في الأغاني والرأس والحاجات دي لألا تصطاد بحيالها يريد ييجي يشوع بن سيراخ يتفرج على الحفلات اللي بنعملها في الأكاليل كان يحزن قلبه لأنه بيقول لا تطل المقام مع المغنية لألا تصطاد بحيالها لا تتفرس في عذراء لألا تتعثر وتعاقب معها لا تسلم نفسك إلى الزواني لألا تفقد ميراثك لا تسرح بصرك في شوارع المدينة ولا تقل في زواياها المغفرة فيه إنسان يقول لك أنا الحمد لله لا بشوف حاجة وحشة في تليفجن كل القنوات كويسة اللي بشوفها ولا بقرأ كتاب وحش ولا بروح أماكن معثرة لكن يقول إيه لا تسرح بصرك في شوارع المدينة ما تخيل ليش عينيك طلع عيمين وشمال وشرق وغرب عينيك متركزة على مسيحك الساكن في أعماق قلبك عينيك دايماً بتبص للسماء في وسط شغلك في وسط مذاكرتك في وسط عملك في وسط بيتك في وسط أحلامك في وسط نومك في أثناء أكلك في أثناء شربك ما فيش حاجة بتفرح قلبك إلا أن تقول له يا ربي بنورك يا ربي نعاين النور عينيك عليك باستبرار رفعت عينيك إلى الجبال المقدسة من حيث يأتي عوني معونتي من عند الرب ولاد ربنا فرحنين فرحنين وشبعنين الإنسان الشبعان يدوس العسل تيجي الواحد تقول له الله شوف البيت الجميل ده وهو ما يديش ريأكشن تقول له مش حاسس بجماله يقول لك يا لو تشوف البيت اللي جوه في أعماق قلبي أحلى بتير من البيت ده تقول له إيه رأيك في العربية اللي طلع آخر موديل سنة 2008 يقول لك لو تشوفها العربية المركبة اللي جوه في أعماقي اللي بترفعني من مجد إلى مجد واللي بتعطيني قوة فوق قوة فرحان ومتهلل زي ما في مزامير المصاعد تلاقي كده المرتل طاير من درجة لدرجة ومن مكان لمكان كل ما يشغله أنه باستمرار عايز يشترك مع السمائيين في الفرح السماوي أحبائي يريد بصرنا لا يتحركش مين وشمال لكن الهدف واضح بدل شوارع المدينة ندخل جوه المدينة قورو شاليم العليا ولا تقول في زواياها المقفرة تلاقي واحد كده بيتماشى تقول له رايح فيني أقول لك سد أنا مش عارف زهقان طب هتوصل لغاية أمتى أقول لك بش عارف هترجع البيت أمتى أقول لك بش عارف أه لما استريح أبارجع قاعد يلف في مين وشمال ابن سيراخ يقول لك رايح فين قاعد كده زي التاية بتجول في الزوايا المقفرة ولاد ربنا عايشين في مدينة الله المقدسة في أرشاليم العليا أينيهم دنيا دايما على المقادس الإلهية يقول لك أمين أسعد مني فرحان وسعيد ومتهلل مهما كانت الضيقات اللي بتحل بي لكن أعماقي متهللة بالمدينة المفرحة للقلب قدسينيك حبيبي وقدس رجليك قدسينيك فلا ترى إلا المسيح في كل شيء وقدس رجليك فتتقدس في اللي يقولك أنا هو الطريق تحب تطلع فوق تعال جواي أنا هو الطريق والحق والحياة يقول أصرف نظرك عن المرأة الجميلة ولا تتفرس في الحسناء الغريبة فإن حسن المرأة أغوى كثيرا من الناس وبه يشتعل الحب كالنار ولد ربنا يرى في كل الناس جمال فائق ليس جمال الجسد اللي بينتهي ولكن جمال الروح روح الله القدوس اللي بيشكل النفس البشرية فنرى في كل إنسان إنسان الله ويبقى تلبتنا باستمرار نفس يا ربي نشوف كل إنسان في العالم بالحق مملوء جمالا لأنك تسكب من بهائك عليه زي ما بيقول في حسقيال 16 لأني أسكب بهائي عليه وصلحت لمملكة وصارت جميلة جدا جدا لأنه بيسكب بهائه على النفس البشرية وتصلح أن تكون مملكة لا تتناول العشاء مع المرأة المتزوجة أبدا طبعا هي بيقصد مش الأعدة الجماعية ولا الأعدة الأسرية الجميلة لكن واحد يأزم نفسه أو هي تعزمه يعود لوحدهم سايب مراته وراه يتعشى مع وحده لوحده وهي لوحدها فبيدي نفسه الفرصة الغلق ولا تكن لك معها ما هي مش كلمة معها يمكن كتبتش ولا تكن لك معها متعة على الخمر لألا يميل قلبك إليها وتزل بهواك إلى الهلاك يقول أيضا سليمان الحكيم ليس للملوك يا لمؤيل ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر قيل أن هذه الوصية من ممته ولمؤيل يقصد به سليمان نفسه فبتقول له ليس للملوك أن يشربوا خمرا ولا للعظماء المسكر نفسنا دايما نعيد النظر في مركزنا أنا إنسان الله المكان بتاعي أن أنا ملك ومدعو أن أكون ملكا وأجلس مع ملك الملوك ورب الأرباب في السماء مش ممكن في السماء هتلاقي واحد سكران ولا إنسان مختل العقل ولا إنسان فاقد التوازن بتاعه في كل موضع أروحه أذكر أنا ممثل ملك الملوك ورب الأرباب صدقوني سبب السقوط في الخطية تجاهلنا للدور بتاعنا نحن ملوك وأولاد ملك الملوك ورب الأرباب ده بالنسبة الوصايا الأولى بالنسبة كيف نحافظ عمليا على حياة الطهارة والعفة تحت ظل نعمة الله الفائقة وعمل روح الله القدوس فينا ولكن بغير تهاون أو استهتار من جانبنا الجزء الأخير يكلمنا عن سلوكنا الحكيم مع الآخرين لا تهجر الصديق القديم فإن الحديث لا يساويه الصديق الحديث يشبه خمرة جديدة إذا عتقت طاب لك شرابها في ناس كده إيه ما عندهم شيء اتزان كل يوم لي صديق ويجي الصديق ده يحل محل الصديق اللي فات وييجي الصديق اللي بعده يحل مكان التاني يشوع بن سيراخ يركز على حتة الصداقة في المسيح يسوع أو الصداقة في الله اللي لها جذرها العميقة اللي لا تقوم على المعرفة أو الآسف المنفعة المؤقت صداقة حلوة وكثير من القديسين اتكلموا كثير عن الصداقة والإنسان لكي يعيش مقدساً لربنا لا يعيش منعزلاً لكن يحتاج إلى الصداقة صداقة مع الله وصداقة مع السمائيين وصداقة مع القديسين وصداقة مع المجاهدين وصداقة مع النفوس المنكسرة التي ليس لها من يسأل عنه الصديق القديم هو الأزلي الله الكلمة نفسه يشتاق أن تكون صديقاً له يحنى المعمدان قديس يحنى المعمدان لما اتكلم عن المسيح قال صديق العريس يفرح لما العروس تيجي العرسها واعتبر يحنى المعمدان أنه صديق العريس وكان دور صديق العريس عند اليهود زي ما قلنا قبل كده العلاقة المتبادلة بين العروسين في الفترة الأولى أو حتى بين الخطيبين اللي هو قبل الإكليل على طول أو قبل الزواج لأنه ما كانش طبعاً عند اليهود زمان أن العريس والعروس هيتقابله فكان صديق العريس غالباً يبقى أخوه أو يبقى الكزم بتاعه أو أقرب من ليه يبقى هو ده الصديق ياخد الرسالة يوصلها للعروس وياخد العروس يوصل للرسالة العريس ويعمل نوع من التوافق والانسجام بين الاتنين عمل الإنسان المسيحي زي عمل يوحن المعمدان بحب ربنا من كل قلبي وبفرح بي وبقول له أنت الكنز اللي في أواني خزفية أي في جسدي وبشوف أنه هو النور الذي يضيء في أعماقي وبشوف المسيح هو كل شيء في حياتي ولكن رسالتي أن أقدم هذا المسيح للآخرين وأن أقدم الآخرين لهذا المسيح ما يشغل قلبي هو الكنيسة الممتدة من أقاس مسكونة إلى أقاسيها كل ما أفقد دام ربنا أقول له يا رب نفوس كتيرة محطمة نفوس كتيرة تعبانة نفوس كتيرة لم تعرفك بعد اشرق بنورك على كل قلب هو تفتكر أن هذا شغلة الكاهن وحده أو الأسقف أو الراهب أو المتوحد دي شغلة كل إنسان مسيحي والربي ولادنا الصغيرين على حب البشرية كلها ونقول له يا ربي مش حنستريح إلا لما جميع البشر يستريحون فيك ومش حنفرح إلا لما الكل يفرح بيك وإن تألم عضو تتألم معه جميع الأعضاء كل ما واحد بيقن بتقن نفسي معاه وكل واحد بيتعثر قلبي بيلتهب معاه وكل نفس بيبعد عنك بحسك كأني أنا اللي بقيت عنك كونوا يا أحبائي أصدقاء العريس وكونوا أيضا أصدقاء العروس يقول إيه المرتل لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر إيه بالليل إيه يعني لا تضربك الشمس بالنهار الإنسان اللي يقف قدام المسيح ويرفض الإيمان به تضربه الشمس في النهار الإنسان الذي لا يبالي بخلاص الآخرين ويستهتر بالآخرين ويبقى أناني حتى في خلاص نفسه تضربه القمر بالليل قال لك الحمد لله أنا مؤمن وبروح الكنيسة وبحضر العشيات وبتناول مأسرار مقدسة وبصلي باكر وبصلي النوم وبقوم بالأصوام المطلوبة وإخواتك اللي حواليك حبيبي آه نسيهم تضربك إيه القمر يضربك القمر بالليل لا تضربك الشمس بالنهار ولا القمر بالإيه بالليل يا ربي ادينا من كل قلبنا نحن ننشغل بالكنيسة بالعالم كله حتى لا نضرب بالقمر في عبارة جميلة يقولها القديس أغسطينوس في تفاسيره للمزامير وبالأخص مزامير المصاعد يقول إيه يقول أحياناً المرتل يسبح الله بإيه بأسلوب المفرد وأحياناً يستخدم إيه صيغة الجمع أحياناً صيغة المفرد وأحياناً صيغة إيه الجمع والاتنين زي بعض لما بيبص يبص للكنيسة كجسد واحد يتكلم بصيغة المفرد كأنه هو الوحيد في العالم لأنه يتكلم بإسم الكنيسة كلها ولما يبص كده لإخواته اللي حواليه ينسى نفسه ويتكلم بإسم كل إخواته اللي حواليه ودي صح ودي صح والاتنين يكملوا بعض فلما أقول أباناً الذي في السماوات بكلم المسيح أو بكلم الآب بإسم البشرية كلها أو بكلم الآب بإسم جسد المسيح الكل ولما أتكلم بصيغة مفردة أقول له إلهي ومخلصي مش بتكلم عن نفسي إلهي لأن إخواتي جزء مني زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول أعضاء بعضنا لبعض فيوحن المعمدان صديق العريس وموسى النبي قيل عنه في سفر الخروج كان يكلم الرب كما يكلم الرجل صاحبه كان بيتكلم مع ربنا كما يكلم الرجل صاحبه وهو بيتكلم مع ربنا ربنا بالنسبة لصحبه صديقه الشخصي نفسنا نتعامل مع ربنا في صداقة حقيقية فهد يقف مع ربنا مش في روتين ولا في شكليات لكن يقف مع ربنا بروح بروح المتسعة بروح الحب اللي أنا مرمي في حدنه كنا نتكلم قبل كده عن الفاطيم يقول كالفاطيم نحو صدر إيه؟ أو نحو أمه ابن ربنا مرمي على صدر ربنا لكن كالفاطيم مش كالرديع ليه؟ الرديع رامي رأسه على صدر مامته لكن عينيه عايزة إيه؟ عايزة شوية لبن عايزة يرضع الفاطيم رامي رأسه على صدر مامته لكن عايز ياخد مامته كلها في حضنه حتى ولو حتحرمه من اللبن عشان يأكل الخبز ولذلك يقول السيد المسيح عن نفسه أنا هو الخبز النازل من السماء أنا فطمتكم من اللبن وطول ما احنا في العالم كل شوية يفطن فيه منه عشان نكون ناضجين فالرب أرجونا ربنا يدينا مثل يوحن المعمدان كصديق العريس نبحث عن كل البشرية لكي تكون العروس المقدسة للعريس ونكون كصديق مثل موسى النبي نتحدث مع الله بلغة الصداقة والحب لا بلغة الشكليات لا تغر من نجاح الخاطي فإنك لا تعلم كيف تكون عاقبته هقول لكم حتى يقولها القديس يوحن زهبي الفم لما بيتكلم أظن في المزمور مية واحد وعشرين وبيتكلم عن اللسان الغاش لا في المزمور مية وعشرين يتكلم عن اللسان الغاش يقف كده المرتل يقول يا ترى مين يعاقب هذا اللسان الغاش فزهبي الفم يقول ما فيش لغة بشرية تقدر تقدم لنا العقوبة عن اللسان الغاش لأن اللسان الغاش لسان إبليس الكذاب وقب الكذابين ولكن عقوبة الغش جواها تلاقيه بيتحكوا بي هيا سوفرحان يقول لك عملت حتة مقلب في فلان ودحكت على فلان وعدت منه وبيش عارف خدعته فلان في كذا وقاعد مبسوط ولما يروح بيته نار مولعة جواه فيقول زهبي الفم العبارة الجميلة والخطيرة عقوبة الشر في الشر نفسه يعاقب الشرير نفسه قبل أن يعاقبه الله مين فيه بقس زي إبليس ومهما كان هذا البقس بتاعه مين يقدر يعبر عن بقس إبليس ولكن ينتظر البقس الأعظم اللي لا يمكن أن يوقعه الإنسان على إبليس لكن هيوقعه الله عليه في اللحظات الأخيرة أنا خايف أقول الإنسان الشرير المصمم على شره ما تغيرش منه لأنه جواه مرارة بس هو بيغطيها بالكذب والخداع والابتسامة الخارجية الشر يحمل فساده فيه والخير أو الصلاح في الرب يحمل فضيلته ويحمل أيضا جزاءه فيه ولاد ربنا تلاقيه وسط النار مع ثلاث فتية بيرقصه متهللين ومع دانيال قاعد يغني مع مين؟ مع الأسود فالشر يحمل الفساد اللي فيه عقبته جواه وأيضا الصلاح الإلهي فينا يحمل مكافأة فينا لا تغر من نجاح الخاطئ فإنك لا تعلم كيف تكون عقبته عقبته في يوم الدينونة وعقبته جواه من غير من تتحس لا ترضى بما يرد الأشرار وازكر أنهم حتى مثوى الأموات لا يتبررون ضمرهم تعبهم حتى ولو من الخارج دميرهم مسترية أنا أذكر إنسان صدقوني ما قدرتش يعني مش عايز أذكر ما قدرتش أذكر اسمه ولكن هذا الإنسان كان مقاوم بعنف شديد وكان كثيرون حواليه أعداد كبيرة وبعدين عدت في قاعدة لطيخة معاه قلت له أنا أريد أن أكلمك بصراح شوف منظرك من بره بطل وقوي والناس حواليه والناس وقفة معاك أنا أريد أن أسألك سؤال قدام ضميرك أنت مستريح صدقوني بصلي كده قال لي ما فيش في العالم إنسان ألبه مولع نار زي أنا أبأس إنسان في المسكونة كلها ونشكر ربنا ربنا أنقذه من هذه النار والنهار دا من أحسن من الشخصيات الجميلة الحلوة مع ربنا فالخطية أحباء عقوبتها جو الإنسان حتى المثوى الأخير حتى الأبر إن لم يتب مش ممكن يعيش مستريع تباعد عن من له سلطان على القتل فلا تشعر بمخافة الموت الناس المتكبرين زوغ منهم خليك مع الناس الودعاء تتعلم منهم الودعاء عاشر الأقرباء ما استطعت وشاور الحكماء قلقت من الحكيم قلقت من الإنسان الحلو اللي عيش مع ربنا ليكن حديثك مع العقلاء وجميع كلامك في شريعة العلي ليكن الأبرار جلسائك على الطعام وافتخارك بما خافت الرب وصاية جميلة صدقوني يمكن في الأول لما عدت أعرف يشوء ابن سراخ قلت يا ربي الناس حيقولوا كلها وصاية ربما تبتوا اجتماعية لكن الموضوع بيش موضوع حياة اجتماعية موضوع نعمة الله الفائق مين الديني إن أنا أتكلم مع العقلاء إن لم يكن روح الله عامل فيي وفيهم ومين يعلمني شريعة العلي ويخلي كلمة ربنا على بقي إلا روح الله القدوس اللي أوحى بكلمة الله ومين اللي ديني اعتزاز بمخافة ربنا إلا ربنا اللي يقول معلمنا عن نبولس الرسول حاشا لي أنا أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح إلهنا الصالح يعطينا من أجل محبته أن نعيش كما يليق بروح الطهارة المقدسة لكي نكون قديسين في الرب كما أنه هو قدوس ونسلك بالحكمة لأنه هو حكمة الله الساكن فينا لإلهنا كل مجد كرامة من الآن وإلى الأبد آمين